مع قرب انتهاء المهلة تشك الطبقة الحاكمة الفاسدة على السقوط بعين إحصار الثورة وهي على أعتاب شهرها الرابع الذي ينبئ بتغيير الوجه القاتم لعراق ما بعد الاحتلال الاثنين العشرين من كانون الثاني تنتهي تلك المهلة التي أطلقها المتظاهرون للاستجابة لمطالبهم قبل أن يتخذوا خطوات تصعيدية مع انضمام مدن جديدة إلى الثورة وتبايع المتظاهرين على المهلة التي أطلقت من ذقار عشرات آلاف المتظاهرين اكتضت بهم الساحات الجمعة على الرغم من القمع الحكومي الدموي وهم يعلون الهتاف للعراق فقط نعين به عن الريح القادمة من الشرق أو هوا واشنطن كما تركزت التظاهرات على هدف الثورة الأول رحيل الأحزاب الفاسدة كلها المتهمة برهن مستقبل العراق الخارج متظاهروا ساحة التحرير والقادسية والنجف وكربلاء وبابلة وواسطة ومحافظات أخرى التحقوا بالمهلة مشددين على أنهم لا ينتظرون شيئا من الحكومة المستقيلة والبرلمان وهم ذاهبون إلى التصعيد ومؤكدين أنهم ليسوا في معرض التخلي عن حق دماء المئات من الشهداء الذين قتلتهم السلطة وأحزابها خطوات التصعيد قد تشمل قطع الطرق وتوسيع الإضراب العام ثم اللجوء إلى الأمم المتحدة التي طالبها الناشطون في ساحة التحرير بالتدخل وعدم الوقوف كالمتفرج إذا أما يحصل صوت الثورة الهادر لم تستطع الأجهزة الحكومية والميليشيات خنقه رغم توحش الفعل وتصاعد جرائم القمع ضد المتظاهرين وفي مختلف المحافظات قتلا وخطفا وتشهيرا الكثيرون يرون المهلع لأنها نقطة النهاية مع النظام الحاكم فالجميع موقنون أن الميليشيات ستستمر بقتل المتظاهرين دون رادع ما يعني أن الأطراف كلها وصلت نقطة لا عودة سلطة تستميت للبقاء على الكرسي وشعب ضاق به الصبر فخرج فإما أن يستعيد عاجلا للعراق من يد قاتليه أو أن يقدم المزيد من الشهداء كي لا يخسر آجلا الوطن كله ترجمة نانسي قنقر